السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف السادس في درس جديد من مادة الرياضيات درس اليوم هو فهم قسمة الكسور الاعتيادية الجزء الثاني أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو واحد استعمال النماذج لتمثيل قسمة كسر الاعتياد على عدد كلي اثنان إيجاد ناتج القسمة لجملة تضمن أعدادا كلية وكسورا اعتيادية التهيئة لدى أحمد ستة فطائر بيتزا ويريد توزيعها على أصدقائه بالتساوي إذا حصل كل صديق على اثنان على ثلاثة من فطيرة البيتزا ما عدد أصدقاء أحمد يمكننا معرفة عدد أصدقاء أحمد من خلال إيجاد ناتج القسمة ستة تقسيم اثنان على ثلاثة الحل لاحظ عزيزي الطالب أنه يوجد لدينا ستة فطائر بيتزا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وتم تقسيم كل فطيرة إلى ثلاثة أجزاء واحد اثنان ثلاثة كل جزء منها يمثل ثلث تذكر أن كل صديق سوف يحصل على اثنان على ثلاثة من الفطيرة الواحدة الآن سوف نأخذ الفطيرة الأولى والفطيرة الثانية ونقوم بتوزيعها على الأصدقاء بحيث كل صديق سوف يحصل على اثنان على ثلاثة من الفطيرة الواحدة سوف نقوم بتكرار العملية مع الفطيرة الثالثة والفطيرة الرابعة ونقوم بتوزيع لكل صديق اثنان على ثلاثة من الفطيرة الواحدة سوف نكرر العملية مع الفطيرة الخامسة والسادسة إذن قام أحمد بإعطاء كل صديق جزئين والآن لنعد عدد الحصص التي تم توزيعها ومنها سوف نستنتج عدد الأصدقاء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن عدد الأصدقاء هو أحسنتم عدد الأصدقاء أحمد تسع أصدقاء والآن مع المثال الثاني صفحة تسعة وعشرون من الكتاب المدرسي ما مقدار الحلوى التي سيحصل عليها كل شخص إذا قرر ثلاثة أصدقاء تقاسم نصف الحلوى الموجودة في الطبق بالتساوي أوجد ناتج نصف تقسيم ثلاثة والآن دعونا لنتخيل كيف كان شكل طبق الحلوى وهو مكتمل سيكون شكل طبق الحلوى وهو مكتمل بهذا الشكل أي أننا أضفنا نفس كمية الحلوى المتبقية والآن كم كان عدد قطع الحلوى الموجودة في الطبق وهو مكتمل أحسنتم عدد قطع الحلوى والطبق مكتمل تساوي ست قطع ما الكسر الذي تمثله كل قطعة؟ رائع الكسر الذي تمثله كل قطعة هو السودس ما عدد القطع الذي يمثل نصف طبق الحلوى؟ أحسنتم ثلاث قطع والآن هيا بنا لنحل المثال أولا أرسم صورة توضح النصف لاحظ عزيزي طالب أننا قمنا برسم مستطيل وتم تضليل النصف باللون الأصفر ثم اقسم النصف إلى ثلاثة أجزاء متساوية كما موضح أمامك لاحظ أن الشكل كاملا أصبح مجزا إلى ستة أجزاء ثلاثة منها مضللة باللون الأصفر قيمة كل جزء في النصف المضلل يمثل واحد على ستة من الكل لاحظ الإطار الأزرق الذي يمثل ناتج قسمة نصف تقسيم ثلاث يساوي واحد على ستة إذن نصف تقسيم ثلاثة يساوي واحد على ستة إذن سيحصل كل شخص على ستس كمية الحلوى حاول أن تحل صفحة تسعة وعشرون من الكتاب المدرسي أرسم لوحة أجزاء لإيجاد ناتج اثنان على ثلاثة تقسيم أربعة الآن أوقف الفيديو عزيزي الطالب ثم حل السؤال ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أولا أرسم صورة توضح اثنان على ثلاثة لاحظ أننا قمنا بإنشاء مستطيل وتم تقسيمه إلى أجزاء متساوية بالطول وتم تضليل اثنين منها ليمثل اثنان على ثلاثة ثانيا اقسم الثلثين إلى أربعة أجزاء متساوية واحد اثنان ثلاثة أربعة لاحظ أن الشكل كاملا أصبح مجزة إلى اثنى عشر جزءا قيمة كل جزء منها تساوي واحد على اثنى عشر لاحظ أن من هذه الأجزاء ثمانية أجزاء تشكل اللون المظلن ربع هذه الأجزاء مكون من جزئين قيمة كل جزئين في الربع يمثلان اثنان على اثنى عشر من الكل لاحظ الإطار الأحمر الذي يمثل ناتج قسمة اثنان على ثلاثة تقسيم أربعة إذن اثنان على ثلاثة تقسيم أربعة يساوي اثنان على اثنى عشر والآن سوف نتعرف على مفهوم جديد وهو مقلوب العدد والذي سنحتاج إليه في حل مسائل قسمة الكسور مفهوم العدد ومقلوبه العددان الذين ناتج ضربهما يساوي واحد كل منهما يسمى مقلوب العدد الآخر فإذا كتب عدد غير صفري في صورة كسر اعتيادي A على B فإن مقلوبه هو B على A مثال العددان ثلاثة وثلث ناتج ضربهما يساوي واحد ثلاثة ضرب ثلث يساوي أولا أعدنا كتابة العدد الكلي ثلاثة في صورة كسر ليصبح ثلاثة على واحد ثم ضربنا ثلاثة على واحد في ثلث البسط ضرب البسط والمقام ضرب المقام ليصبح الناتج ثلاثة على ثلاثة ويساوي واحد إذن كل منهما يكون مقلوبا للآخر مثال آخر العددان خمسة على اثنان واثنان على خمسة ناتج ضربهما يساوي واحد حيث أن اثنان على خمسة ضرب خمسة على اثنان نضرب البسط في البسط والمقام في المقام اثنان ضرب خمسة عشرة خمسة ضرب اثنان عشرة ليصبح الناتج عشرة على عشرة ويساوي واحد إذن كل منهم يكون مقلوبا للآخر والآن مع بعض الأسئلة ما مقلوب كسر الوحدة؟ أحسنتم عدد كلي ما مقلوب العدد الكلي؟ رائع كسر وحدة ما مقلوب الكسر A على B رائع مقلوب الكسر A على B هو B على A مثال ثلاث صفحة 29 من الكتاب المدرسي يمكنك استعمال ما تعرفه عن قسمة الكسور الاعتيادية لإيجاد نمط واستخدامه انظر إلى جمل القسمة والضرب في الجدول المجاور ثم أوجد نمطا واستعمله لحل 4 تقسيم 2 على 3 عزيزي الطالب تأمل الجدول جيدا انظر إلى جمل القسمة والضرب في الجدول المجاور قارن بين كل جملة قسمة وجملة الضرب المقابلة لها ابحث عن نمط أو علاقة تربط بينهما استعمل النمط في حل مسألة القسمة الواردة في المثال لاحظ هنا أن 8 تقسيم 4 على 1 يكافئ 8 ضرب 1 على 4 ونلاحظ هنا أن 5 تقسيم 1 على 2 تكافئ 5 ضرب 2 على 1 ويساوي 10 وأخيرا ثلاثة تقسيم 3 على 4 يكافئ 3 ضرب 4 على 3 ويساوي 4 ومنه يوضح النمط أن ناتج القسمة على كسر هو نفس ناتج الضرب في مقلوب ذلك الكسر والآن هيا بنا نستحمل النمط السابق لحل هذا المثال 4 تقسيم 2 على 3 أولا أعيد كتابة المسألة في صورة مسألة ضرب باستعمال مقلوب المقسوم عليه لتصبح العملية 4 ضرب 3 على 2 والآن نعيد كتابة العدد الكلي 4 في صورة كسر ليصبح 4 على 1 لتصبح العملية الكلية 4 على 1 ضرب 3 على 2 الآن نقوم بعملية الضرب نضرب البصد مع البصد ونضرب المقام مع المقام ليصبح الناتج 12 على 2 الآن نستطيع التبسيط باستعمال العامل المشترك الأكبر حيث أن العامل المشترك بين 12 و2 هو 2 والآن تصبح النتيجة 6 على 1 ويساوي 6 حاول أن تحل صفحة 29 من الكتاب المدرسي استعمل النمط الوارد في الجدوى الأعلى لإيجاد ناتج 8 تقسيم 3 على 4 الآن أوقف الفيديو عزيزي الطالب ثم حل السؤال ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل الحل 8 تقسيم 3 على 4 أولاً أعد كتابة المسألة في صورة مسألة ضرب باستعمال مقلوب المقسوم عليه المقسوم عليه هنا هو 3 على 4 ومقلوبه هو 4 على 3 لتصبح العملية 8 ضرب 4 على 3 الآن نعيد كتابة العدد 8 من صورة عدد كلي إلى صورة كسر اعتيادي لتصبح العملية 8 على 1 ضرب 4 على 3 الآن نضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام ليصبح الناتج 32 على 3 أو 10 و 2 على 3 لاحظ هنا الكسر 32 تم إعادة كتابته في صورة عدد كسري ويساوي 10 و 2 على 3 حيث يمكننا إعادة كتابة الكسر الذي بسطه أكبر من مقامه في صورة عدد كسري وذلك عن طريق القسمة المطولة حيث أننا سوف نقسم البسط على المقام ثم نأخذ الناتج ليصبح هو العدد ثم الباقي هو البسط الجديد والمقام يبقى هو المقسوم عليه وإلى هنا يكون قد انتهت جزء الثاني من الدرس أتمنى أن يكون سهلا ويسيرا عليكم دمتم أعزائي بكل خير وإلى اللقاء في الجزء الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة